موسيقى السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ان شاء الله في الفيديو ده هعرفك ازاي تضيف مستخدمين على جهاز DVR او و تحدد كمان صلاحياتهم اول حاجة هنضغط على Start بعد كده هنضغط على هنضغط على هنضغط على الشمال من الجنب هنضغط على ثلاث صلاحيات وهي الادمن هو لي كل الصلاحيات على الجهاز اما الادمن هو صلاحيات اقل و كمان الى اخر واحد لأقل صلاحيات. تمام؟ وتقدر تزود او تقلل الصلاحيات من خلال الضغط على اديت اللي موجودة جنب كل جروب. هنضغط عليها. هايزهل لنا الصلاحيات اللي انا عايزة حديدة. هتقدر تضغط صح على اللي انت عايزه وصلاحيات اللي انت عايزه. هتلاقي التحكم في شبكة النتورك. واتلاقي العديد من الاختيارات اللي انتقدر تحددها او اللي انت عايزة. وهتلاقي من دمنيهم اللي هو تقدر تفارمت او الصلاحيات اللي هو يتحكم في تحكم في الصلاحيات اللي انت عايزها. في الاخر بتضغط على اوكي. فانا مش هحدد حاجة وهطلع. اه دي كل الجروبات تقدر تختار منهم زي ما انت عايز. ويتحدد الصلاحيات اللي انت عايزة في كل جروب. عشان بعد كده هتحدد اليوسر اللي انت عايز تعمله يتضاف على من التلات جروبات دول. فلازم تكون مركز جدا في النقطة دي. هاجي هنا هضغط على عشان اضيف اه يوزرات جديدة على جهاز او او وعمل عشان يقدر يخش به. ويقعد كمان اللي انا عايزه. وبعد اما بكتب اليوسر نيم والباسورد بختار هو تبع انجروب. زي ما انا قلتلكم شوف انت عايز تديله انو صلاحية من التلاتة دول وتقدر تحدده. تقدر انت كمان تعدل في السلاحيات دي بعد كده براحتك عادي. تقدر مسلا تخليه مسلا مستخدم عادي واحد مسلا عندك يقدر بس يشوف اللي بيحصل. ويسمع الصوت بس ده اخره او تخليه تحكم تحكم كامل في جهاز الدي فيور والانفور. وبعد ما بتخلص بتدوس على اد تحت خالص. زي ما انت شايف بس انا هطلع مش هديف ايوزرات. هندي تغطبها على اخر حاجة وهي ومن خلال دي تقدر تعدل في اليوزرات اللي انت عاملها او اي يوزر تاني. دي لو عايز تحزفه بتدوس على شكل السلة ديت وتقدر تحزف اليوزر خالص من على الجهاز. لو انت عايز تعمل ده هتدوس على السهم ده. وتقدر تغيير الباسورد يعني تضغط على تقدر تغيير الباسورد بتاعه بتكتب الباسورد الادي وبتكتب الباسورد الجديد بتاع اا او اليوزر اللي انت عايز تعمل له باسورد جديد. ده اما ممكن تعمله باسورد اا من عن طريق النقش من خلال اا تقدر تعمل اه باسورد من خلال النقش. ده اما تعمل اليدد لليوزر بتاعك تقدر تليا عدل فيه او تعمل اا de security تدع تعمل اسئلة امن وحماية لليوزر بتاعك. دي اخر حاجة طبعا اللي حابب تعدل في اليوزر اللي انت عملته او اليوزرات اللي موجودة على جهاز الدي فيار او الان فيار. طبعا اتمنى تكوني استفدتوا من حلقة النهاردة. ما تنساش تضغط لايك على الفيديو وتشارك في كنا وتفعل جرس التنبيه. عشان تجيب فيديوهاتي اللي جاي. ولو عندك اي سفصار اكتبلي في تعليق اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة